ما لم يكن منها لها زادر. لا يتأثر الانسان الا بما ينبع من هواه وعاطفته يعني بما تنذي عليه نفسه النفس هي المسيرة للانسان النفس هي التي تكيف سلوك الانسان فكل ما ينبع من نفس الانسان يعني كل ما توحيه النفس الى الانسان ينعكس على عمله اما العقل هو العقل يعبر عنه بقوة توجيهية يعني من يجعل انه قوة شريعية لان العقل لا يشرح وانما العقل ينفت النظر العقل نور العقل شراج العقل ضياع العقل واجبه ان يحذر يعني ينبه الى الخطر الذي امامك اما القوة التنفيذية والقوة المحركة هي نفس الانسان هي العواقل فايحاء العقل وتوجيه العقل اذا وقع موقع القبول من الناس يتحقق اما اذا لم يقع موقع القبول من الناس يبقى مجرد فكرة قد تؤمن بها ولكن لا تنسلها كما نجد كثيرا من الناس يؤمنون ولا يعملون يعتقدون ويخالفون معتقدهم ليش لانما اوحى به العقل لم يقع موقع القبول من النفس الا وهي نفس واحدة قد انتعن نفس واحدة لكن فالنفس هذه يمكن ان تتطور وتتغير اتمث مراحة للنفس البشرية مرحلتها الاولى وهي المرحلة البداية المعبر عنها بالنفس الامارة ان النفس لامارة بالسوء لكن هل تبغى دائما الامارة بالسوء لا يمكن ان تتطور وتتحول الى المرتبة الاعلى والاحسن والافضل فتكون نفس اللوامة الله جل وعلا يحترمها ويقسم بها لا اقسم بيوم قيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة النفس اللوامة تطور من النفس الامارة يعني بعد ان كانت تأمر بالسوء صارت تنوم على السوء يعني تقبح الاشياء وتنذب بالاشياء ويشعر الانسان معها بتأنيب الظمير سموه او بوخذ الظمير او بمحاشبة النفس محاشبة الذات او بالنقد الذاتي ما شئت يا بعبد هذه كلها نابعة من النفس اللوامة ثم يمكن ان تهزد هذه النفس وتتبلور اكثر وتغبى اكثر فترتفع الى المرتبة الثالثة وهي النفس المطمئنة يا عيتها النفس المطمئنة يا عيتها النفس المطمئنة ترجعي الى ربك راضية مرضية النفس المطمئنة مع صاحبها ما يصدر من نشاء يعني لا تعمر بالسوء ولا يصدر من نشوء حتى تنومه عليه فتكون نفس مطمئنة يعني صافية خالفة هادئة ليس فيها قلق ولا اضطراب ولا تشكيق ولا تشويس مملوء بالايمان الكامل والعقيدة الراشخة راضية عند الله راضية من الله ومرضية عند الله هذه مرتبة عليا هذه يصل اليها الاولياء المجاهدون لكن احنا الناس العاديين على الاكل يجب ان نحصل على النفس اللوامة اذا حصلنا على النفس اللوامة نصل الى كثير من الخير ونبتعد عن كثير من الشر طيب حتى بنور او حتى حول بايش يصير وكيف تتحول النفس من امار السوق الى اللوام على السوق ثم تتحول الى نفس المطمئنة هذا ترى الشيء مو سهل هذا الشيء يحتاج الى جهد وجهاج مثل ما اذكرت لك ان النبي نعبر عنه بالجهاد الاكبر هذا طيبه هذا طيبه يجب ان يبدأ من بداية الشباب من بداية البلور ويسير الانسان في طريق تهديد هذه النفس ربما ينتهي الى النفس اللوامة في الكهولة وفي الشيهوخة هو على كل حال يصل لكن ليس بسرعة لان مراحل ايضا التهديد مراحل المرحلة الاولى هو الالتجام بالشكليات على الاكل بالظواهر الظواهر اي هقيمة الظواهر لها ثائدة من طريق الظاهر يمكن تصل الى الواقع اما اذا تيد رأسا تصل الى الواقع بدون الالتجام بالظاهر بحجة انه الى شيء انا ما اعتقد بيه ليش قالت لدي خلي اؤمن بعدين اعمل نقول لا طريق الايمان هو العمل اولا حتى ولو لم تؤمن حتى ولو لم تعتقد لكن جرد ما عرش طبق حتى تعرف اما تنتظر الى ان يصير ادك العقيدة الكاملة والايمان الكامل ثم تعمل هذا ربما ينفع الامر وانت من حصل لا عقيبة ولا عمل ابدأ بالعمل شيء ضرك شيء ضرك اذا بدأت بالعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما بعد لم يطلب من الناس العقيدة والايمان الراتخ بلا اله الا الله وانما قال لهم قولوا لا اله الا الله الظواهر وخروا الاسنام هذه اندلوها واظهروا كلمة التوحيد وبعد ذلك تعرفون حقيقة لا اله الا الله اصلاح الظاهر طريق لاصلاح الباطن ان تقول الله يقول لا اله الا الله ثم ابحث ثم اسأل ثم تبتع شوف اكو شيء منافي بكلمة الله اكو شيء منافي كلمة التوحيد اكو فكرة هي احشن من فكرة التوحيد اكو فكرة اكو فكرة هي اضمن لخير الانسان من فكرة التوحيد لو وفدت اسأل لان كل شيء كل فكرة غير فكرة التوحيد هي مهزلة يعني خرافة يعني سخب سواء الشرك من خير التوحيد خير التوحيد ما اكل اثنين اما الشرك واما الالحاف وكلاهما خرافة كلاهما العاقل ما يقبل النفس ان يؤمن بها شركاء اثنان اوثان آله متعددة اشخاص يؤبدون مخلوقات يتعباد هذه خرافة لرب يقول التعلبان برأسه الا زل من بعدت عليه السعالي مر على ذلك الفنم واذا تعلب اني رفع رجلة وبال على الصنم قال عزيز انا اعبد هذا اللي فعلا يقول عليه لرب يبوء للفعل بان برأسه الا زل من بالت عليه السعالي بوه هذا من جهة الاصنام اما الاوثان يعني الاشخاص الذين يعبدون او عبدوه من قبيل فرعون وغير فرعون الذين ادعوا الروبية او من يدعى فيهم الوهية ايضا خرافة شخيفة انسان ضعيفا عاجزا حقيرا يصفه امير المؤمنين عليه السلام سيقول تؤلمه البقا وتقتله الشرقا وتبنيه الشوكا يبهى الضعف هذا يعبد انسان اوله نقفة قذرة واخره جيفة نتنة وهو بين النقفة والجيفة يحمل القادرات هذا يعبد هذا يسجد له هذا يعتبر اله فاذا الشرك بكل انواعه شخفا خرافة وانا الانحام يعني لا اله يعني لا خالقه يعني لا ربه هذه اقضح قراط دعاء هذا معنى لو تطب في قالب اخر يضحك منه حتى المجاني لان كلمة لا اله او ما اقضى اقضى هذا تجده او تجد هذه الحلقة هذه تجدها من طريق الايمان بالله سبحانه وتعالى انهى الحدم المعض الذي كان مسروق للكون وكان كل كان عدم ما كو شيء الى وجود سرمدي المعضبة كانت مسروقة بالعدم ودليل تبقها بالعدم انتهاؤها الى العدم يعني العلم الحديث اثبت ان الاشياء في تناقص في تواهل ولابد ان تقول الى العدم يعني الشمس قد نقصت او هي في طريق التناقص سواء من حجمها او من حرارتها وكذلك الارض فالاشياء كلها تائرة نحو الزوال هذا ما اثبته العلم ونبا يقولون ان القرآن سبخ العلم الى هذه الحقيقة فقال انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها واذا الشمس كورت يعني انطفعت يعني انتهت فكل شيء له نهاية لا بد ان تكون له بداية ايضا ومعنى بداية يعني ما كان موجود فوجد ايضا من اين وجود وجود من لا وجود مستحيل خرافة ما يمكن ان يقبله العاقل يعني اشبه ما يكون بان تقول هل مأتم هذا وجد من لا شيء يعني لا مواد كان ولا ايضا عاملة كانت ولا حجر ولا خشب ولا حديد دفعة خرج هل هناك عاقل يقبل عينا اذا نقول لا الهي يعني ان وجود عن لا وجود وجود عن لا شيء لكن اذا قلنا ان الوجود من موجود سرمدي من موجود الابدي يعني كان هناك موجود بالذات لم يكن معجوما ولن يعدم ابدا ازليا ابدي من هالموجود الذاتي وجدت كل الموجودات بالعراق من هالسبب انطلقت الاسباب وهذا بينا في انه لكل شيء سبب لكن من الذي خلق الاسباب الله مسبب الاسباب وجعلنا لكل شيء سببا سببا مثلا لما تجي الى المصنع كبير مثلا هناك بعض المصانع تقول بأذة اعمى مثلا اكو مصانع وان كان المصنع في تلك الحزب ما اسمع وهدلي اكو مصانع مثلا يدخنون الحيوان مثلا البكر مثلا يدخنون الى ذلك المصنع من هالجهة يطلع من ذيك الجهة لحم معلد من تيه شو كم عملية تجرب هالمصنع ان يذبح الحيوان هذا ثم يسلح ثم ينظف ثم 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 يوضع في العلب ثم تلحم العلب تغطى بصورة صحية كده يطلع من هناك علبة فيها اللحم طاجة فصحيح انه هالعلبة هالي علبة اللحم اللي يديدك الان استلمتها من ايجاد من من صنع من من صنع هالمصنع هذا لكن الكلام المصنع من ينطاق تقدر يقول ان المصنع ما حتى هوه وهالمصنع اللي يجب لك يطلع علبة اللحوم يفرج كل الاشياء يعني الجل الجلوب يفرجها من ناحية ثانية مدبغة طالحة للاستعمال باقي الاجياء يفرجها من الناحية الثالثة كاسمدة كاشياء اخرى العظام مثلا فكل هالاعمال هذي يقول بها هالمصنع هذا صحيح لكن السؤال المصنع من ايه المصنع له صانع صحيح المصنع يصنع الاشياء هذه لكن المصنع بذاته المصنوعات المصنع بذاته سبب هناك المهندس الكبير الذي صنع هذا المصنع وجعل فيه هذه الاشباب وهذه العوامل وهذه العلل وهذه الآلات فطالت تنتج هذه الاشياء فاذا اتصورنا هذا الكون كل كمصنع كبير وفيه اجهزة وفيه آلات جهاز يصنع النبات جهاز يصنع المياه جهاز يصنع الابخرة جهاز يصنع الحجر جهاز يصنع الابخرة كل هالاشياء الزرار هذا صحيح الكون كله مصنع لكن يجب ان نتعد حدود هالكون هالمصنع وننظر وراء هذا الكون انه من اين يجد هذا الكون احنا من نقول الله جل وعلا هو بيديه صنعك لا وانما الذي يصنعك هو مصنع الله هو معمل الله فاذا رح فكتب الحاج عينا معناه مثل من نقول هالمصنع الكبير الذي يصنع النحوم او يصنع باقي الاشياء او للحديد او للصام او المدشور المصانع الكبيرة العظيمة هذه صحيح تصنع اشياء كثيرة متعزدة في آن الواحد ولكن في النتيجة هي ايضا مصنوعة وهناك اشراف عليها يعني الذي صنع المصنع ذلك المهندس الكبير وان لم يتدخل في شؤون المصنع لان المصنع الالات هي التي تمشي وهي التي تعمل لا يدخل في شؤون الداخلية ولكن يشرف على المصنع ككون هو الذي يمسك السماء ان تقع على الارض فالله صنع الكبير واوجد هالمصنع هذا ما تركه ما لاحق راح النفرس ونام وقال خلاف لا مشرت عليها كاشراف المهندسة على المصنع الكبير فالغرب ان تقول لا اله الا الله وقال خلاف وانطق بشهادتين ثم بعدين نفكر وابحث وادرس الله تريد يقول لا ماكو الله والله خلافاه وانا ما امن حتى اعتقد وحتى اصدق لا تبقى هالشكل بدون ان تصدق لا تحذيق ولا عمل ولا كل شيء وهكذا بالنسبة الى باقي العقائق بالنسبة الى النبوة بالنسبة الى النبي محمد صلى الله عليه وانه انت الان دفحتانك وما تقدر تعتقد بالنبوة محمد لان ما شبت محمد ولا شبت جبرائي ولا شبت لك فاد ملك من الملائكة لكن على كل حاج انت قول ايني وبعدين اتحقق قول اشهد ان محمدا رسول الله بعد ان اعرفت الله قول هذا رسول مع الالله لان هذا الله اللي انا عرفته فالالله عاقل بصير حكيم فاهم هذا ما يصير انه يخلق هالانسان هذا هو ما يوجهه وما يخليه فالدستور والنظام يمشي عليه مع العلم ان هالانسان ما يقدر يدبر نفسه بنفسه في كل شيء يحتاج الى مرشد يحتاج الى موجه فهل خالق الحكيم العظيم ما يبخل على الانسان بالتعليم والتوجيه فلا قد ان يوجهه سنو طريق التوجيه ان يخليه شريعة وقانون ونظام يمشي عليه وهالنظام هذا يحتاج الى من يبلغه للناس وهذا المبلغ لابد ان يكون ثقة محل احترام محل ثقة الناس حتى يصدق قوله حتى يقتدع به فمن هذا كله تقدر تعرف المحمد رسول الله ثم تقول الى محمد مو رسول بس مين جد القرآن هذا القرآن باشياء لو عاش البشر مليون سنة بعد ما كان يعرف هذا هالقرآن هذا لو كان محمد من اعلم علماء عصره مع ذلك ما يمكن ان يأتي بهذا القرآن لان بهالقرآن هالشياء ما كانت تدور في خلد اي عالم في عصر محمد فيه المواضيع المينية ما احتدى اليها الانسان الا بعد اكثر من الفان سنة فيها فيها انظمة اجتماعية يعدد البشر وهو عاجز الى الان ان يأتي باحسن منها فيه نظاما فيه تعاليما فيه اخلاقا لمن ينجب للمحمد محمد كان رجل امي امي لا يقرأ ولا يكتب ما حضر العالم ولا المعلم ولا خط كلمة ولا نجم قدم ولا قرأ كلمة ولا قرأ كتاب نعم كان انسان طيب كان انسان طيب لا يأذي احد يشاعر منها كان امينا كان صادقا لكن هم اسمعت ان محمد كان عالم كان خطيب كان شاعر كان خطيب كان خطيب ما كان هذا شيء فهل رجل الامي يأتي بكتاب فيه من العلوم والمعارف ما يتحدى به علماء العالم من يومه الى يومنا هذا ها بيش تتسرك بيش تعليله شو تقول ما الى تفسير الا انه صحيح هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى هالعلوم هذه من وحي الله هالكتاب هذا كلام الله تقول لا تفسير ابرها تفسير هذا في وقت كان كل العالم يعتقد بان مثل العقوب الارض مسطحة مثلا واذا القرآن يشير الى كروية الارض في وقت بالنسبة الى المرأة مثلا كل امم العالم تعتبر المرأة يعني في احسن حالات وبين اثقف الامم كان يعتبرون المرأة درجة ثانية من البشرية كثير من الحقوق كانت محرومة منها واذا يجلد محمد بكتابا يؤمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وهكذا فاذا هناك اشياء ما يمكن ان تفسر الا بان محمد رسول الله وان القرآن كتاب الله وانا قبل الف واربعمائة سنة من كان يعت انه اكو فضاء خارجي وهذا الفضاء الخارجي ينعدم فيه وسائل الحياة وان الذي يخرج من من غلاق الارض هذا يختنق هذا الشيء ما عرف العلم الا قبل اشرين سنة لما صعد اول رجل فضاء انك قدارين عرفوا انه حجم هلاف الارض اذا خرج منه ما يقدر يتنفى يضيق صدره واذا القرآن يشير الى حل الحقيقة هذه قبل الف واربعمائة سنة لكن اشارها ما قبلك القرآن كتاب علم طبيعي او علوم طبيعية كتاب مؤجزة كتاب هداية فقال تعالى في وصف الكافر قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عجيب تبين اللي يصعد في السماء يضيق صدره ليش يضيق صدر بعدين عرفوا لانه ماكو اكسجين ماكو هواء من عرف محمد صل الله عليه وعاله ان اعجب جزء في الانسان هو طرف ابهامه او طرف اسبعه وان كان كل عجيب لكن العجيب ان تشعف الله في مكان خال وانت تظن ان الله لا يراك فقد كفرت بالله وان عفيته في مكان خال وانت تعلم ان الله يراك فقد جعلت الله اهوى من الناس لانك تسترت من الناس ولم تتسر من الله وهذه كلمة الله كريم افرغي شوفني افرغي افرغي الله كريم هذا الله كريم موش قاعدة صحيح الله كريم لكن في نفس الوقت الله شديد الاطار في نفس الوقت ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فاحسن وسيلة لتربية المجتمع احسن وسيلة لراحة الانسان هو ان يعرف الله سبحانه وتعالى ما اشوف النعمة اكبر من هذه ما اشوفت وسيلة للتربية احسن من هذه وشيء ثبت بالتجربة بالوجدان مثل ما اذكرت في اكثر من المجالات ايها الناس في هاليوم العالم ترى ما يفقد شيء كل وسائل الراحة موجودة متوفرة عنها ومع ذلك البشرية في هذا العصر بهاليوم هي في اسوأ مراحل تأريثها من حيث الفوضى من حيث العنف من حيث الشر من حيث الجريمة من حيث القيود من حيث العبودية يظنون ان لهم احرار لكنهم عبيد في الواقع عبيد لشهواتهم عبيد لحكوماتهم الحكومات استعبدت الشعوب ماكوش عبد موش عبد لحكومته اليوم علاقات الحكومات مع الشعوب علاقة استعباد المسلوب الحرية الانسان اليوم ماكو حرية ما هي الا الباب وشعارات والا اين الحرية لا حرية كلام لا حرية فكر لا حرية فحافظ لا حرية بيان لا حرية عمل يا حرية وان الحرية لا حرية حركة وشكوم اليوم الحكم البوليسي في كل مكان اليوم الشعوب مراقبة واما الشعوب ما بينها الشعوب شنو فيما بينها هل تعيش فيما بينها تعايشا سنية لا وانما تعايش عدائي تعايش انتغازي شوف الاخ ينتهد الفرصة ان يدمر اخوه الجار ينتهد الفرصة ان يوقع بجاره في سبيل المادة ما يتورع الفرد عن كل شيء فلا امان ولا حرية فلا امان ولا حرية فلك ان تزأل انه شبينا احنا اليوم ناقصناه فيجيك الجواب بكل وضوح انه ما ينقصنا شيء الا الايمان بالله بس هالعصر هذا لو كان فيه ايمان بالله مع هالوسائل مع هالاكتشافات مع هالعلم كانت البشرية في اجمل فترات تاريخ لو كنا نستخدم هالطاقات هذه في سبيل خير الناس لو كنا نستخدم هالخيرات التي الله جل وعلا من بها علينا لو كنا نستخدمها في رفاه الناس في راحة الناس لو هالفكر الوقاد اللي عند الانسان اصبح اليوم بواسبة العالم هالفكر هذا لو كان يبتخدمه في دعم الامام في دعم السلام فاليوم العالم كامل من كل جهاته لا يشكو نقصا في شيء من المعزيات وانما نقصه في المعنوية نقص المعنويات نقص المعنويات هو اللي ولد هالوضع السيء في العالم وهالاخبار المحيطة وما نعرف في اي شاعة تنفجر حرب ذرية مدمرة لا تبقي ولا تدرد هذا كله من ضعف الايمان من ضعف ايمان الناس من ضعف ايمان العالم من انعدام الوجدان من انعدام الضمير من انعدام الايمان بالله ان شردمة مجرمة من شزاد الاعثار هالصهاينا ذولة يسرحون ويمرحون بالاجرام وتفك الدماء وهذك الحرمات ونسف البيوت وقص المدن بالمدافع بالطائرات والعالم يتفرد فالغرض هذا العيب ما بين عيب الا ان له نسينا الله وما يمكن ان ننفرح الا اذا ذكرنا الله نتوى الله فانتاهم انفسهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة غنكة هذا القرآن قالها قبل اربع الف واربعمائة سنة واليوم جا نشوفه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة غنكة معيشة غنك يعني شديدة يعني مو مرتاحة فكان الناس امة واحدة بهالشكل هاي مثل هاليوم الناس امة واحدة لكن وحدتها على جنو على اللا دينيين حتى الذين يتلفظون بالدين كذابين ما عدهم دين وانما الدين لعق على السنة يحوطونه ما درت معيشة الدين موحتي وانما الدين نظام وانهم وان تقبيقهم للنظام وان انظمة الدين وان قوانين الدين فاذا الناس امة واحدة اليوم في ذاك اليوم هاي الشكل فكان الناس امة واحدة واحدة على الظلال وعلى الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله ارسل الانبياء وان كان ارسال الانبياء ولد انكساب في صفوف الناس يعني قسم الناس الى مؤمنين وكافرين بينما كانوا كلهم كافرين لكن الى جهنم مو كل وحدة مقدسة الوحدة على الحق مقدسة اما الوحدة على البعضين مش مقدسة يجب ان تحطمها يجب ان تقسمها فانقسم الناس الى مؤمنين وكافرين ولا يجال بس هل انكسام اللي حدث مو من عيب الدين وانما من عيب الناس لان الدين ما ينسجم مع الشهوات ومع المصالح الشخصية وخاصة اكو فئة المجتمع هذه دائما تحارب الدين ما يوقلها الدين دول عبيد الشهوات دول عبيد المادة اهل الثروات الفاحشة وأهل السلطات الجاهرة هذا اللي يجيب سلطة ويعرف سلطة مو الشرعية هذا يخاف من الدين لان يجي الدين يجر من على الكرة يقول لي انزل هذا مو مكانك هذا اللي عند ثروة ويعرف ثروة من حرام هذا يخاف من الدين لان اذا اجي الدين حكم الدين يقول لي من اين لك هذا يحاسبا هذا اللي يحابد للشهوات يريد يزني يريد يشرب عرج يريد يرقص يريد يغني يريد يفسق ويفجر هذا ما يصرف للدين لان الدين يحدد شهواته الدين يوقف عند حده واذا ما يصرف للدين لك اريد العب على كثير شلون اعيش بلا عرج شلون اعيش بلا اغاني واحد يعيش بلا موسيقى قلت له انا عايش بلا موسيقى واحد قلت له انا عايش بلا موسيقى قلت له انا عايش بلا موسيقى ما تشوفني انا انا تسلحب روحي من الموسيقى والعن الموسيقى والموسيقيين والغناء والمغنيين وما اعتبر الغناء والموسيقى الا نوعا من اللغو الفارغ وما احسب الوقت الذي يقضيه الانسان بالاستماع الى الغناء الغناء والموسيقى هذا الوقت خسران ويقعلي شو مستسمع من هالطنطنطنطن شوف تبدي من هالكلمات الفارغة الكذابة المنافقة يا حبيبي ويا عيوني وكل هكذب ونقاط شوف تهمة من هالنظر الى جماعة من المخلثين المعيئين اللي يركسون من الغنون شو تحلمين والسونة عيش بلا موسيقى شو عن بلد عيش بلا عرق تريد نشرب عرق من تشرب قدز القرب لك شوني هو العرق هذا لك هذا السم لك هذا البلاء هذا دمار هذا يهتك حربك هذا يميت غيرتك شوني بلد بلا بلا أكحاب شوني فيه ولاية بلا أكحاب شوني فيه عجيزة شوف المنطق ها اتعيش اتعيش اذا حطمنا هالسجود المطلعة عن طريق الزواج اتعيش البلد بلا زنى وبلا زانيان اتعيش اذا جعلنا الزواج سهلا ميسورا تحت متناول يدي اي انسان يخلص البلد من سرور الزنى اما على الان صحيح بحال كيفية صحيح الزواج بالنسبة للشاب بها الوضع اللي احنا بيه من رابع المستحيلات ما عاشوا المسلمين قرون عدة ما كانت المجتمعات الاسلامية اللي كانت تشمل قطعة واتعة من العالم ما عاشت بلا خمور وبلا جنى وبلا اغاني ما عدا قطور الملوك والخلفاء بس اما المجتمع الشعب كان مشلم نعم في قطور الخلفاء بني اميه وبني العباش وانزالهم كان اكو خمور وكان اكو اغاني اما الشعب الامة الاسلامية ما كانت تأرف الاشياء على الله الحديث الى مؤمنين و الى كافرين. وفي بعض الاحيان الى قسم زالت في فترات قوة الدين الى مناسبين. المناسبين في وقت كانوا يظهرون. في وقت كان للدين سنفة. كان للدين حكم. فهم لا من الكافرين حتى يحاربون الدين. ولا من المؤمنين حتى ينسرون الدين. كانوا يتخلون من الدين ستارا يتظاهرون بالدين. اما في الباطن كانوا على كفرهم وعلى صدقهم وعلى خجورهم. المناسبين مو في كل ادوار الانبياء. بعض الانبياء. مثلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى. لما كان في مكة ما كان الى سلطة. فكان الناس بالنسبة الى الاسلام قسمه مؤمنين وكافرين. المؤمنين على الاقلية. اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى. خلال سلطة سنة. حوالي مئة مئة وعشرين رجول او مئتين رجول مؤكسة. والكافرين باقي الناس. مناسبين ما كان اقل. لما هاجر النبي الى المدينة وقويت شوكة الاطلاد. وشكل النبي صلى الله عليه وعاله دولة وحكومة وقوة. بعض الفئات بعد ما قدروا يعلنون بكفرهم. يعني يعرف الاسلام يضربهم. ولذا تظاهروا بالاسلام واضطنوا الكفر. ان المنافقين لفي الدرك الاسفل من الناس. اذا جاءك المنافقون قالوا نجهد انك لرسول الله. والله يجهد انك لرسوله. والله يجهد ان المنافقين لكاذبون. فحيح انت رسول الله يا محمد. ولكن قول المنافقين انك رسول الله تري كذبون. ما يؤمنون برسالتك. اتخذوا ايمانهم جنة. يعني جطاعا. فصدوا عن سبيل الله. اذا رأيتهم تعذبك الشامهم. وان يقولوا تسمع لقولهم. اشكالهم حلوة. سيادهم نظيفة. اذا حشوا بالمجانس بالدين هوش يحشون. لكن ترترية فيحضهم. وان يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم خشب متنده. يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو. فاحذرهم. فاعتلهم الله. ان لا يؤفصل. لهم صاروا يتظاهرون بالاسلام بشكل غريب. بحيث صاروا يبنون مسجد. بنوا مسجد وفرقوا فلوت وبنوا مسجد. بقيادة رجلا منهم يقال له ضراط. لكن لما بنوا المسجد فحيح كانوا يظاهرون بالصلاة. لكن ما كان الصلاة في الحقيقة. وانما كانوا يجتمعون للمؤامرة ضد النبي. يحوكون المؤامرات. اشلون يغتالون محمد صلى الله عليه وآله. واحد منهم دع النبي الى وليمة. وقد حفر بئرا في دهريء داره. حتى اذا دخل النبي ويمر على هالبئر مغطيها بالسرار فيسقط النبي. ويموت. لكن الله جل وعلا ارشد نبيه الى ذلك الطريق فتجنبه رسول الله. فلما خرج النبي هذا من انجعاجه ومن اسفه ان النبي فلت من هالمؤامرة وما طاح بيها. لما طلع النبي ورجعه الى البيت هو نسى الطريق الصحيح. مر على البئر فسقط فيها فهلت. ومن حفر بئرا لاخيه سقط فيها. فالغرض بنوا مسجد وصاروا يجتمعون في ذاك المسجد. فامر الله نبيه ان يروح لها المسجد هذا ويهدمه الى الاساب. فاخذ النبي جماعة من الصحابة وبأيديهم المعاون اجوا الى ذاك المسجد وهجموه. لمسجد اشتش على التقوى خير. الاعمال مش بالشكليات. بالمظاهر. وانما بالايمان. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فأجوا الانبياء. اولهم. طبعا هذا الحك بعد ادم عليه السلام. اولهم نوح. ثم استمرت النبوة. الى ان بلغ عدد الانبياء حسب المعروف. مئة واربعة وعشرين الف. بعضهم نبوة عامة. يعني لكل النار. وبعضهم نبوة خاصة لأهل بلده. او لأهل منصفته. بعضهم كان نبيا على عشيرته. ولذا في كل جمان في كل عصر. كان فيه عدة انبياء. عشرات الانبياء. لكن الانبياء العامين بالرتابة العامة. دول الخمسة. اولهم نوح. ثم ابراهيم. ثم موسى. ثم عيسى. ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وان كم. وان كان هناك اخوال كثير من العلماء. الناس. الانبياء وان كان هناك اخوال كثير من العلماء. الناس. الانبياء وللعزم. الذين بعثوا بالتعوة العامة. هم اثنان في الحقيقة. يعني ابراهيم. و محمد صلى الله عليه وآله. اما نوح. اما موسى. اما ايتا. فهؤلاء نبوتهم خاصة. كما في القرآن قال الله جل وعلا. انا ارسلنا نوحا الى قومه. ما قال الى الناس. وفي موسى قال جل وعلا اذهبا الى فرعون انه طب. فبعته الله الى فرعون. وبالنسبة الى عيسى قال جل وعلا عن لسانه. قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم. مفدقا لما ضين يدي من التوراة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. فاذا نوح وموسى وعيسى نبوتهم خاصة ايضا معامة. اما ابراهيم قال جل وعلا في كتابه. اني جاعلك للناس اماما. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الصالحين. فابراهيم نبوته للناس. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم انا ارسلناك كافة للناس. فالنبوة العامة لاثنين. ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اعم واجمل من نبوة ابراهيم. ليه? لانها الخالدة. لانها الدائمة نبوة ابراهيم صحيح كانت للناس جميعا. لكن اي ناس? الناس الذين في جمانه وفي عصره. اما نبوة محمد ورسالة محمد للناس في عصره وللناس في كل عصر ومكان الى اخر الدنيا. لان لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله. كيف ختمت النبوة بمحمدين? لان ماكو حاجة بعد رسالة الاسلام ماكو حاجة الى رسالة حتى يبعث نبي. النبي ليش الله يبعثه? النبي شنو شغله? النبي رسول. يحمل رسالة. يحمل دعوة. فاذا كانت الدعوة موجودة وكافية وتافية وهي حية برية جديدة في كل عصر وزمان بعد علم هالنبي بات. فرسالة لله رسالة شاملة يعني ما يأتي زمان على البشرية بحيث لا تكون الرسالة الاسلامية ملبية لحاجاته. تلبي حاجات الناس دائما وابدا. اشلال هذا? يجي ان شاء الله اه في ابحاث اخرى. فالغلط محمد هو اخر الانبياء وخاتم الانبياء. ولكن الله ما خل محمد وحده. بما انه خاتم الانبياء. وبما ان رسالته هي اخر الرسالة السماوية خلى لها دعم. يعني خلى لمحمد استمرار. علي ابن ابي طالب استمرار لمحمد. الحسن عليه السلام استمرار لمحمد. الحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق اصنع الامام معصوم واحد بعد الاخر كل فردا منهم كمحمد في كل خطائصه في كل صفاته ما عدا النبوة. وبهؤلاء كملت الرسالة من حيث التطبيق والتطبيق. وان لا من حيث التشريع كملت على يد محمد صلى الله عليه وعليه. اليوم اكملت لكم دينكم. لكن من حيث التطبيق والتبليغ الى العالم وبيان جزئيات الرسالة واحكامها هذا صار في عهدة الائمة سلام الله عليه. فاطنع الامام كفطه كملاه ما خلوا نفطه. ولذا الان تجد المذهب التشريعي غني بالادلة والبراد. تجد مذهب اهل البيت واشعا لا يترك شاردة وواردة الا وفيها نص وحكم. اذا مو من النبي من علي. اذا مو من علي من الحسن. اذا مو من الحسن من الحسين. وهكذا الباطر الصادق الكاظم الربع الجواج الهادي الحسن العسكري المهدي سلام الله عليه عليه. وبعد المهدي النواب. نواب الامام سلام الله عليه. نواب الامام المجتهدون. العالم المجتهد. هذا استمرار للامام. استمرار للنبي. فالحسين في عقره ممثل النبي صلى الله عليه وآله. واستمرار لحياة النبي. وموقفه موقف النبي. وجهاده جهاد النبي. يعني يوم عشورة امتداد ليوم بادر. واذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. حسين مني. وانا من حسين. حسين مني يعني ابني. لكن انا من حسين. يعني بقاء ديني بالحسين. بقاء ذكري بالحسين. وهكذا كان. لولا موقف الحسين ومعاشورة. لقضى بني امي على كل اثر لمحمد. على كل ذكر لمحمد. ان كان دين محمد لم يستقن الا بقتل يا سيوف. خذين فتلقى السيوف والرماحة واتهامة برحابة الصادر. معنوس على حسين ومعاشورة. فرحان. وجهه يتهلى الفرح وشرور. لانه ليس يعرف نفسه يقوم بواجب. يقوم باداء رسالة. اشتركوا في القناة